اشتركوا في القناة واحد تلاتين تلاتين بس انا هنا عايز اوضح حاجة انه طبعا عندنا مباراة كورت القدم هتبقى في الساعة خمسة فتقريبا المباراةين في نفس المعاد فكنا نتمنى يعني انه المباراة تبقى يعني في معاد تاني عشان حتى جمهور النادي الاهلي يقدر يتابع فرقة وكلها ولكن هنا فيه تعارض مباراة للأهلي واسموحها بكرا ان شاء الله في كورت القدم هتبقى الساعة خمسة ومباراة كورت اليد ساعة ستة فالموضوع هيكون صعب حتى احنا مش ندر لزياء المباراة فنتمنى بعد كده يكون او اتخذ ده في الاعتبار في حط جداول المباراة بحيث ان احنا ما نحرمش جمهور النادي الاهلي من مشاهدة الفرقة المختلفة طيب هنروح لكورة اليد سيدات زي ما قلنا في البداية انه خلاص الجدول اتحط وقاعدين شوية احنا مع بعض في الفترة التوقف والدورة هيستقنى بتاني 11 مارس هم نتكلم في شهر وحواري 50 يوم تقريبا تقريبا او 45 يوم فريتنا هتبدأ المشوار ده بمواجهة نادي الجزيرة يوم 11 مارس على صورة مركز شباب الجزيرة اللي هو ملعب نادي الجزيرة طيب الست فرقة اللي قلت لحضراتكم اقول لكم عليها في الخبر هما الاهل الجزيرة الزمالك سبورتنج الطيران الشمس الست فرقة دولة تأهلوا من 20 فرقة تلاتة يمين وتلاتة شمال تلاتة المجموعة فيها 10 فرق وتلاتة المجموعة فيها 10 فرق طيب اول مباراة لنا مع الجزيرة هنالعب رايح جاي يعني احنا بنتكلم في 10 مباريات وبعد كده هتطلع 4 هيلعبوا كل فرق 6 مباراة يعني فاضل 16 مباراة لكل فرقة في السيدات وخلينا اقول لكم بدا اللي هيوصل يعني اللي هيكمل في الاربعة لفوق يبقى له 16 مباراة والرجال نفس الكلام 16 بس احنا لقيمنا منهم 3 ففاضل 13 مباراة كل التوفيق لكرة الهدى سواء رجال او سيدات خلينا نروح للخبر اللي بعد كده احنا قلنا طبعا ان كرة السلة خلاص فاضلهم مباراة الاتحاد هيسافروا بكرة ان شاء الله عشان يلاقوا الاتحاد يوم الجمعة القادم باذن الله مستر جوستي بوش هيعمل تمرينة بكرة خفيفة وبعد كده هتتوجه على اسكندرية عشان الجولة الاخيرة اللي 14 عشان نلاقل الاتحاد احنا في صدارة الترتيب 24 نقطة بيجي الاتحاد 20 نقطة ولكن لابد من الفوز على الاتحاد حتى نحتفظ بالصدارة طب النادي الاهلي راح يعمل ايه راح يكسب اسمعوا مني مفيش حاجة اسمعه اصل التاني حسن مفيش الحسابات دي عند النادي الاهلي كل الناس مسكوا وراء وقلم وقاموا يتقولك مين هيبقى اول ومين هيلعب مش عارف مين في قبل النهائي ومين هيلعب مين احنا ما فيش الكلام ده عندنا النادي الاهلي رايح يكسب نجحنا نكسب بنبقى مبسوطين جدا غير كده برضو بيقاتل النهائي مفيش اي مشكلة خالص فما نقعدش نشغل بالنا اصل الاول هيقابل مين طبعا انت متعرفش نتاج التاني افد انت كسبت وتأتي اول واللي هناك مش عارف حصله ايه فما طلعش ايه فما ترفش بكرة في ايه فالنادي الاهلي دايما بيروح يكسب وانا شايف ان المباراة اللي فاتت كان اتحاد لعب الجزيرة يعني خسر عشر بنت 80-70 بس عايز اقول حاجة يعني انا بصت على النتائج كده يظل الاتحاد هو اقوى هجوم وعلى فكرة مش فرق عنا بكتير احنا تاني اقوى هجوم فرق 14 نقطة يعني ده 1085 باين واحنا 1071 حاجة زي كده يعني احنا الفرقتين لمعدين الالف فاحنا هجمنا قوي قوي جدا مع الخبطات اللي حصلت احنا هجمنا قوي طب دفاعيا نادي الجزيرة اقوى دفاع ثم احنا الفرق ادي الفرق ما جيش 7-10 بنت يعني لو يعني بالورقة والقلم كده انت تعتبر يعني مش بالورقة والقلم نقول اعتباريا انت تعتبر اقوى دفاع واقوى هجوم الفرق البسيطة دي لان احنا اكتر فرقة يعني تلقت صدمات ولكن زمانتوا شايفين كده عشان نوريكم مطش مصر للتأمين اللي في ملعبنا قدر الله مش اقفى على طبعا بس لو لا الخبطات اللي اخدناها لو كنا كسبنا المطش ده وكان في المتناول يعني ما كانش نقول مثلا مطش صعب جدا يعني نكسبه كان زماننا دلوقتي اول الدورة بصرف النظر عن مباراة ما تحاس كندري يعني كان زماننا خسرين مباراة ولتحاس كندري خسرين تلاتة فخلاص كيبقى حسر القضية الام وكنا نروح نلعب ولكن قدر الله مش اقفى الخسارة دي برضو بتعلمنا ان احنا او خلتنا نفكر في مشاكلنا ايه وتخلينا نفكر يعني في الحلول وكان النتيجة ان احنا الحمد لله لمننا نفسنا وبقينا احسن بكتير جدا طيب هنروح ل كرة طائرة وانتركوا مننا هنلعب دور التمانية هنلعبه مع نادي سبورتنج المباراة هتكون امتى المباراة هتكون يوم يوم ايه يا جماعة يوم الجمعة اللي جاي مباراة سبورتنج يوم الجمعة القادمة مع نادي سبورتنج دور التمانية والمباراة فين في ملعب نادي سبورتنج مباراة صعبة احنا لعبنا سبورتينج في المجموعة وكسبنا راح جاي ولكن الكأس الكأس وحزاري من الكأس وطبعا انتم عارفين انا بقول ايه الكأس وموراة الكؤوس يا ما ابطال خرجوا وفرقتنا عارفة كده فمطش سبورتينج هناك مطش يعني اتصور انه مطش صعب جدا لان الكؤوس وما ادراكه ما الكؤوس طبعا بعد ما هنخلص المباراة دي هنركز بقى في القادم وده طبعا جرت محترفنا الامريكي اللي نضم للفرقة والحقيقة ما قد اداء كويس وانا عايز اتوقف عن الولد ده الحقيقة انه هو ما شاء الله من المحترفين الليفل وان وعن طبعا 30 سنة الميزة فيه انه ضارب طبعا جيد وبلوكر كويس ولكن الاجمل انه استقباله جاي جدا انا اول مرة يا جماعة اتفرج عليه بتركيز كان المباراة اللي فاتت مباراة طنطة الولد بيستقبل كويس اوي ودي حاجة كانت كلنا بنفتقدها في كل المحترفين دايما المحترفين اللي بيجوا عشان ما كانوش على ليفل جارت ولكن كان الاستقبال بيبقى ضعيف شوي هو بسم الله ما شاء الله استقباله جيد جدا فده هيعلي عندك الناحية الدفاعية يعني هيعلي ارقامك في الدفاع بشكل كبير جدا وفي البلوكات والهجوم برضو في اهداء ضافة وده اللي خلى كابتن محمد بسان حميده يزبر عليه الراجل سافر وتعرض يعني لزروف مرض زوجته وراح ورجع وجيه اصلا متأخر بس مع ذلك هو في شيب كويس في حالة كويسة وكابتن محمد بسان حميده صابر عليه لانه العيب ملتزم العيب جيد العيب هجوما ودفاعنا هيفيد الفرقة وهو ده اللي احنا عايزين هنروح لخبر في الكرة الطائرة خبر يعني احنا شايفينه مهم لان الجيل ده او الفرقة دي مهم ان احنا انتبعه فريق الشباب او الناشئي كرة الطائرة الجدول بتاعه متحط عشان متولة الجمهورية تحت خمشة سنة الفريق ده فيه لعيبة كويسة اوي من المجموعة بتاعتنا سيد الدقل التحاد سكندري العاب ده منهور الناصر لا تبقى يعني غالبا هيبقى ما احنا وصد الدقي هيصعد اول و تاني كل مجموعة الله اعلم انا بقول من وجهة نظري ده جدول اللي اتبعت عن نادي النهاردة هيقى من وجهة نظري احنا شمس كل الاحترام لكل الفرقة عشان بيقول لكش كابتن هيسم انا والله العظيم كل انا بقول من وجهة نظر فنية هيصعد اول و تاني من كل مجموعة للدور اللي بعد كده ولا هيكون مكون من 16 فريق بسم الله و ما شاء الله يعني بريكم فرقة يعني ليه نتابعينه لا يعني سن فيه شغل فرقتنا بكادي كابتناش اطلعت هدفها والفوز بالبطولة بإذن الله و تقدر تسعى الجميع النادي الاهلي و يبقوا نواك و يسأل كرة الطائرة اللي هم يستحقوا نحنا نتابعهم كبار و صغرين من نتائجهم الحقيقة هنروح للكرة الطائرة سيدات عندنا مباراة ديلفي في دور 16 في كأس مصر طيب المباراة تتلاقي في فين المباراة هتتلاقي في اسكندرية في نادي صالة بايونيرز اللي هو ملعب ديلفي و في حالة فوز الفريق ان شاء الله هيلعب مين في دور الثمانية الكاسبان من هليوبلس و تحاد اسكندري هليوبلس يلا انا بقول لكم الكنترول هاو برضو رؤية نظر فنية من كتر مطابعات الفرقة الفرقة ماشي بشكل مبايز زي ما قلت لحضراتكم احنا في صدرها 33 فوز 33 نقطة من 11 فوز و هي مباراة الدور الاول كلها و بيجي من بعدها نادي سبورتنج 29 نقطة كل التوفيق طبعا لفريق الكرة الطائرة سيداني خبر كمان جاي جدا جنة النهاردة مصطفى عسل لعبنا في مجلة كبيرة جدا مجلة محتلف الاسكواش المجلة دي بتعمل استفتاء كل سنة بتعمل استفتاء لكل سنة عن اكتر افضل لاعب ساعد في العالم او اكتر لاعب يعني احسن لاعب في العالم اختاروا مين لمسم 2021 اختاروا مصطفى عسل و المجلة قالت ان اللاعب الرائع والمثير للجدل طبعا هو يعني لسه صغير فاز باللقب للسنة التانية على التوالي بعد اتقلقوا السنة السنة اللي قابليها و فاز باكتر من لقب يعني ده اللقب التاني دي و كأفضل لاعب في العالم و مين اللي بيصوت في التصويت ده خبراء اللعبة مش متسبة للجمهور مصطفى طبعا زي ما قلت لحضراتكم كان فاز في 21 ببتولة امريكا المفتوحة كاصغر لاعب على مدار التاريخ يفوز ببتولة امريكا المفتوحة و كمان كان اصغر لاعب يفوز ببتولة التمانية كبارة لعبة في مصر خدمتولتين في 2021 احنا نفسنا المؤمنين بمصطفى عسل ما صدقناش اولا ببتولة امريكا دي انا رحتها كاليه الشرف اروحها مرتين مرة 2015 مرة 2016 بس للناشئين الاتنين اتعاملوا في ولاية شمال امريكا فالبطولات دي بتبقى قوية جدا و بيجي كل اللعيبة من على مستوى العالم ما بالك ما بالك بالبطولات الكبار بقى المحترفين البيس ايه المحترفين امريكا بتتعمد يعني انا عايز اقول ان البطولة بتاعت امريكا بقت اقوى بشكل كبير من البطولة انجلترا المفتوحة طب بتقول الكلام دي عبنقل على ايه بنقل على انجلترا حتى قيود على اللي بيتأهل اللي يروح لازم يبقى رانك ببلده وكلام زي ده طيب افرد لعيب مصاب ومش رانك ما يجيش امريكا لا امريكا اسمها المفتوحة عشان كده تعال يا عم انت عايز تشارك اتفضل تعال فهي مفتوحة فالقماشة اكبر فالمنافسة اكبر ساعات تلاقي لعيبة مش في الرانك وهو بتلاقيهم في دور التمانية هي ده هو ده اللي بيدي اول البطولة ريجو اول اربع رانك في ايرلندا اول اربع رانك في المانيا في انجلترا طب يا باشا انا كنت مصاب ورجعت لها انت لسه مش في بلدك ما تجيش في انجلترا البطولة لها قيود معينة تحترم لهم قيودهم ولكن امريكا اسمها لبطولة امريكا المفتوحة عشان كده اللي عايز تشارك اتفضل اتفعل اشتراك امريجستريشن تنورنا وتشرفنا يمكن الساعات بتكون التأشير ان شاء الله الفترة اللي جاء وفتحت بس نتمنى السلامة لكل اللاعبين انا باتحك طبعا لان يعني زي ما يقولي كورونا مش رحمة الكل طيب هنروح على الكاراتي الكاراتي عندنا ست لعبين تم استدعائهم في قائمة منتخب الكاراتي طبعا النادي الاهلي حدس ولا حرج مين هما الست لعيبة ايا شام نوها عزب ناديا السيد شهد صديق حبيب ادم مريم غب مين بقى رحين لعبوا بتقول ايه رحين لعبوا بطولة سرياس ايه سرياس ايه بسترالي باسبانيا طبعا الكاراتي المصري حاتت نفسه في حتة تانية يعني خسر نجامج جدا وطبعا خرج من الولمبيات ولكن تبقى بطولات العالم ومش بس بطولات العالم والتمثيل في كل حتة مش بس الموضوع مش محكور مش يعني مش حكرة على الولمبيات ولكن في كل دي بطولة العالم اللي فات اللي كانت في دبي فمش حكرة بس على أولمبياد. محمد صفوط نجم التنس للأسف تصب كورونا يعني يمكن أقول لكم الأخبار ما لاشي علاقة بس هي دي بس الحمد لله للا إصابات كتير بس الحمد لله بشكل عام الوفيات أقل بكتير جدا طبعا. محمد صفوط لعب منتخبنا الوطن الأول لتنس الأرضي أعلن إصابته بفيروس كورونا. الإصابة دي هتمنع محمد صفوط من المشاركة في بطولة شلانجر فرنسا الدولية. صفوط تصنيف العلامي دلوقتي من تنس من السبعة عشر. وهو المصنف الأول العربين خلال السنتين الآخرين. صفوط كان خرج من التصنيفات المؤهلة لبطولة السرائل المفتوح للتنس واللي بتتلاقي في الفترة من السبعة عشر والحد ثلاثين يناير اللي احنا فيه. طيب هنروح للتايكوندو. منتخب التايكوندو يصل إلى أمارات المشاركة في بطولة كأس العرب. منتخبنا الوطني الأول تايكوندو وصل لدولة الإمارات العربية المتحدة عشان يشارك في بطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية واللي هتتلاقي في الفترة من ثلاثة والحد ستة فبراير اللي جاي. بأس المنتخب تضم حداشر لعب ولعبها هم مين؟ يوسف عصام وحمد وائل وعمر جنيم ورامي عيسى وإحمد راوي وإياد بركاته وشهد سامي ومن طلامت حتواندين عمر وميسون إهاب وآية محمد. ومعهم جاس فني مكون من كابتن أسامة سيد وكابتن محمد مجدي فرافيرو وبيقود البعثة طبعا إداريا المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد التايكوندو من الألعاب اللي دايما بيجيب مدليات. فدايما نجيب أخبارهم ولازم نخلي أخبارهم دايما قدام عينينا اختيار ثلاث مصرين في الاتحاد الدولي للمسرعة. هو ده بقى الأخبار اللي ايه اللي بتخلي الواحد ده من يتبسط ان مش بس الكوادر رياضية ايضا كوادر إدارية الاتحاد المصر المصرعة أعلن اختيار ثلاث مصرين في مناصب مهمة داخل الاتحاد الدولي للعبة في الفترة الجاية الثلاثة هم مين؟ الحكم الدولي اللي هم بشريف حلاوة عضو في لجنة الحكام الدولية بالاتحاد الدولي المصرعة الدكتور نبيل الشرباجي أمين سندوق الاتحاد المصر المصرعة عضو باللجنة العلمية بالاتحاد المصرية للمصرعة محمد محمود عضو باللجنة المصرعة الشاطئية بالاتحاد الدولي للمسرعة نتمنى كل التوفيق لاتحاد المسرعة وترجع تاني تسابق عهدها مدليات نتائج حاجة مشرفة مصر واحنا وثقين في كده وثقين في الكوادر المصرية خصوصا ان عندنا اللعيبة اللي هتحقق انجازات نقيسهم بس شوية اصلاح اداري او تصحيح اداري هتبقى الدنيا زي الفل كده تكون خلصت اخبارنا خلينا نطلع لفاصل عشان نتطمن على المنتخب مصر برضو وعشان نستقبل ضفنا الكابتن عاصم حمد رئيس قطاع الناشئين لقرأة اليد في نادي الاهلي هنتكلم معاه في كل حاجة انتظرونا بعد الفاصل